السياسات المتخبطة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في العراق والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة أدخل البلاد في نفق اقتصادي مظلم لا يرى أي بصيص من الضوء في نهايته بيانات صندوق البنك الدولي لعام 2019 أظهرت تراجع العراق في مجال أنشطة الأعمال التجارية حيث حل في تقرير للصندوق بالمرتبة 171 من بين 191 دولة واستندت بيانات التقرير إلى جملة من العوامل أهمها نشاط الأعمال التجارية ومدى حماية المستثمرين ودرجة تنظيم سوق العمل فيما شدد التقرير على ضرورة التنبه للمخاطر المتنوعة التي تحيط بالعراق تصريحات البنك الدولي لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها تحذيرات أخرى من خبراء اقتصاديين أكدوا أن العراق دخل في دائرة الخطر بسبب مضاعفة الديون لا سيما بعد إهدار أكثر من 210 مليارات دولار بين عامي 2014 و2016 ذهبت معظمها في مشاريع وهمية قدرت بأكثر من 6 ألاف مشروع وهمي مع وجود أربعة ألاف مشروع متوقف حتى عام 2016 والكثير من هذه المشاريع ليست ذا جدوى اقتصادية بل أعلنت من أجل فتح باب آخر للسرقة ويتم الاقتراض لإنجازها ومع ذلك فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز في منظمها العشرين بالمئة ويرى الخبراء أن العراق الذي صار غارقا في ديون خارجية وداخلية يحتاج إلى 30 سنة لتزديدها ولن يتمكن من سداد ديونه الخارجية إلا بدفع 60% من وارداته بحلول عام 2022 بدورها دقت وزارة التخطيط نواقص الخطر حول مستقبل التنمية في البلاد مع اضطراض الحكومة للاقتراض للعام الثالث على التوالي لتأمينه 42 مليار دولار سنويا لتغطية الموازنة التشغيلية فيما أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان نورا البجاري أن ديون أثقلت الاقتصاد العراقي وسببها الفساد المستشري في البلاد واستلاء المسؤولين والأحزاب المتنفذة على المشاريع في صفقات الفساد وبأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار فإن عام 2019 لن يكون أفضل من الأعوام التي سبقته خاصة على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي فالتحديات التي سبق للعراق أن عاناها خلال السنوات الماضية مرشحة للتفاقم في ظل سياسات متخبطة ومعالجات شكلية لا ترقى إلى حجم المشكلة والأهم فساد تتقاسمه الأحزاب الحاكمة كل بحسب حجمه في المعادلة السياسية المقيتة ترجمة نانسي قنقر